جماعة اليوم في عددنا أشياء جنونية كثيرة راح نتكلم عنها في فيديو أمس كنت أحذركم عن حركة كبيرة راح تحصل اليوم يوم الاثنين حصلنا على هذه الحركة ولكن عندي معلومات أكثر عندي علامات أكثر ليش حصلنا هنا على هذه الحركة الكبيرة للأعلى واليوم جماعة راح يتكلم عن إيش اللي أعتقد بأنه الحركة الكبيرة راح تكون في البيتكوين فجماعة تأكدوا أنكم تظلوا معي من البداية إلى النهاية أشياء لازم تكونوا منتبهين لها إذا أنتم عندكم أي كريبتو على الإطلاق مرحبا بكم مرة أخرى إساني منظور وقدم لكم فيديوهات عن اللوملات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضعط لازل الاشتراك وفعل الجراز الآن طيب حصلنا على ارتفاع جميل هنا في البيتكوين وأمس كنا نتكلم عن إنه كيف الأشياء شكلها مشابهة جدا حركة السعر في الواقع اللي شفناها هنا كانت تضرب مستوى المقاومة هنا عدة مرات والحصول على قيعان مرتفعة هنا في أثناء الصعود كيف إنه هذا كان مشابه جدا للشيء اللي شفناه هنا ضربنا هذا المستوى هنا عدة مرات حصلنا على كسر وهمي وبعدها استمرنا هنا بضرب هذا المستوى وبعدها حصلنا هنا على ارتفاع كبير للأعلى والآن انتو أريد تعرفوه من فيديو أمس اللي حدرتكم فيها عن مستوى المقاومة القادم قلنا بأنه إذا كسرنا هذه المستويات فبعدها ممكن بأنه نحصل على ارتفاع كبير ولكن راح يكون في عندنا الخط البني الكبير هنا وهذا البوز الكبير وعشان كده جماعة احنا الآن نعاني عند هذا المستوى تقدروا تشوفوا بأنه هنا كلما اقتربنا أكثر على فريم الأربع ساعات إلى هذا المستوى هنا كلما حصلنا على رفض وبعدها فتحنا هنا شمع جديدة وحصلنا على ارتفاع جديد ورفض آخر والآن احنا هنا عند نفس الشيء حصلنا على ارتفاع كان هنا ارتفاع فقط بـ أو الفارق كان فقط 100 دولار هنا من حافة الخط البني في الأسفل ولكن حصلنا هنا على رفض فهذا هو الآن يجماعة الشيء المهم اللي نحتاج بأنه احنا نكسره ولكن هذا هنا كمان نقطة مقاومة قوية جدا مش فقط هذا الشيء ولكن كمان إذا رحنا هنا على الفريم اليومي فشوفوا هنا على هذا أو على الفريم اليومي تقدروا تشوفوا هنا بأنه في عندنا خط الموفينج عفريج 200 اللي هو الخط الأخضر وتقدروا تشوفوا كمان بأنه حصلنا على رفض هنا في أول مرة ولكن بعدها في الشمع اللي بعدها حصلنا هنا على ارتفاع والآن كاعدين هنا نحاول بأنه إحنا نكسر كمان فوق خط الموفينج أفريج 100 يوم ونفس الشيء كمان على الفريم الأسبوعي هتقدروا تشوفوا بأنه إحنا الآن نحاول بأنه نضال فوق خط الموفينج أفريج هنا 200 وبعدها في عندنا خط الموفينج أفريج 100 حالياً طبعاً هذا الخط عند 29300 دولار فبشكل عام يا جماعة بالنظر هنا على هذه الأشياء نقدر نشوف بأنه في عندنا نقاط مقاومة قوية ومهمة مش فقط الخط البني وحده ولكن كمان داخل الخط البني فهذا الشيء لازم بأنه إحنا نظل نراقبه نعم طبعاً حصلنا هنا على ارتفاع جيد في البيتكوين من نفس الشيء اللي تكلمنا عنه في فيديو أمس ورح أشرح هذا هنا الشيء بعد شوية بالتفصيل ولكن هذا هنا الارتفاع لازم نكون حاذرين من المقاومات في الأعلى فخلوا هذا الشيء في بالكم طيب الآن الإيثريوم كمان حصل على ارتفاع كبير وفي فيديو أمس كنت أتكلم عن أنه كيف المؤسسات تحاول بأنها تغشنا وتخدعنا كانوا يحاولوا بأنهما يشتروا الإيثريوم قبل إطلاق الفيوتشيرز إيتي 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 إي ونحن كنا متوقعين بأن الانستيتيوشنز أو المواسسات الكبيرة ستشتريه بشكل كبير اليوم وإذا شفنا هنا على المنصة التي تروح لها المواسسات الكبيرة علشان تشتري البيتكوين وهي منصة CME طبعا CME ما يفتح في الويكنز ما يفتحه في عطلة نهاية الأسبوع ولكن عايزة أوركم هذا ويعني أنا بشكل عام يعني ما أروح أبدا إلى تشعر دقيقة ولكن عايزة أوركم هذا هنا على تشعر دقيقة لأنه هذا هنا يشرحه بشكل كبير جدا يشرح اللي كانت تعمل المواسسات هنا وليش كانوا يشتروا البيتكوين بدل الإثريوم أكيد يشتروا الإثريوم كمان زي ما تقدروا تشوفوا هنا من خلال سعر الإثريوم بأنه قاعد يرتفع ولكن كانوا بشكل كبير يشتروا البيتكوين قبل احتمالية الموافقة على الجريسكيل بيتكوين سبوت ETF في خلال 14 يوم هذا ممكن يحصل لأنه السي سي لسا ما طعنت في القرار بأنه ما توافق على الجريسكيل ETF ولكن على أي حال عايزة أوركم السعر هنا تقدروا تشوفوا هنا يوم الجمعة 29 هنا النقطة اللي يغلق فيها السوق الساعة 58 دقيقة وبعدها لما فتحوا أمس في المساء تقدروا تشوفوا بأنه بشكل سريع جدا مش فقط أنه يعني حصلنا على فراغنا من 27.085 دولار ولكن كمان حصلنا هنا على ارتفاع كبير جدا إلى 27.450 دولار وهذا جمعها على المكان اللي تشتري منه المواسسات البيتكوين وإيش اللي حصل على منصات التداول الأخرى في نفس هذا الوقت فأي تتوقع يعني أكيد يعني السعر رح يعمل نفس الشيء صح؟ بأنه في هذا الوقت الزمني بالضبط عند هذا الوقت بالضبط الساعة 10 أمس بأنه راح نحصل على ارتفاع خلونا نشوف هنا على البيتستامب وهذا نفس الشيء على الباينانس وعلى بقية منصات التداول طيب تقدروا تشوفوا هنا بأنه هذا هنا هو الوقت اللي حصلنا فيها على الارتفاع في SMA 1 أكتوبر الساعة 10 مساء تقدروا تشوفوا بأنه ما في أي شيء حصل وفي الواقع تقدروا تشوفوا هنا في خلال العشرة إلى 15 دقيقة بعدها ما في أي شيء حصل هنا كمان على سوق السبوت العادي ولكن هنا في منصات المؤسسات الكبيرة تقدروا تشوفوا بأنه حصلنا على ارتفاع حائل جدا وحصلنا هنا على حركة جانبية وبعدها ارتفاع أكبر كمان إلى هنا نقدر نشوف 28600 دولار في خلال فقط كم تقيقة وهذا هنا هو الوقت اللي بدأ في بقية السوق بأنه يلحق وبدأوا كمان بالحصول على ارتفاعات كبيرة الخلاصة جماعة وهو أنه هذا هنا يثبت بأنه الشراء حصل أو بدأ على منصات المؤسسات الكبيرة اللي هي CME هذه هنا كانت المؤسسات الكبيرة تدخل بشكل كبير في البيتكوين وتشتريه بشكل جنوني وبعدها شفنا هنا بقية السبوت ماركت أنه يستمر هنا أو تكمل الصعود هنا للأعلى والآن نشوف نفسنا تحت خط المقاومة هنا للخط البني فيعني السوق حاليا الآن نستقر شوية ولكن خلونا ننتظر ونشوف الحركة الكبيرة القادمة ولكن المؤسسات الكبيرة جماعة تحاول بأنها تلعبنا وما راح يقدروا يعملوا هذا الشيء راح أستمر بأنني أعطيكم هذه المعلومات في المرة القادمة اللي أعتقد بأنه راح يكون فيها ارتفاع فأكيد راح أعطيكم هذه المعلومات بأسرع وقت ممكن فتأكدوا جماعة بأنكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس الآن طيب بالنسبة جماعة لتداولاتي الخاصة تقدروا تشوفوا بأنه بوتات التداول تبعي حصلت هنا على أرباح جيدة أكيد مع هذا الاعتفاع تقدروا تشوف هنا معظم أو العديد من هذه البوتات حاليا هنا مرتفعة بـ 30 أو 31% هنا 25 و 27 فيعني أداءها رائع جدا حاليا وأكيد إذا عايزين تستخدموا استراتيجية التداول هذه هنا بنفسكم فتأكدوا بأنكم تروحوا إلى صندوق الوصف لهذا الفيديو انزلوا هنا إلى الـ OKX تقدروا تطلبوا بونس يصل إلى 50 دولار مجانية تقدروا تستخدموها في الـ Leverage وتدولوا فيها كأنها 500 أو 5000 دولار تقدروا تضغطوا هنا على هذا الرابط ويضغطوا على جينة وانضموا الآن وبعدها بضغطة زر واحدة بعدما تسجلوا في منصة الـ OKX تقدروا تضغطوا هنا على هذه الرابط وتبدأوا تستخدموا هذه البوتات لنفسكم فتأكدوا بأنكم تستغلوا هذا الشيء طيب بعد كذا في عندي هنا بعض الأشياء المهمة اللي عايز وركم إياها وهي هنا أول شيء إلى أسواق التقليدية أداءها مش جيد جدا تقدروا تشوفوا بأنه قاعدين يعاني هنا عند هذا المستوى خط المقاومة في الأسواق التقليدية وتقدروا تشوفوا بأنه حاليا ما في أداء جيد في الأسواق التقليدية والبيتكوين يمشي بشكل معاكس عن الأسواق التقليدية حتى ولو أقل شيء على الفترة الحالية فهذا الشيء لازم نكون منتبهن له والآن جماعة هذا هنا تشارت جنوني عايز وركم هنا جماعة كيف بأنه الدورات السابقة كيف كان أداءها في البيتكوين وكيف بأنه نحاول نتوقع القمة القادمة وإيش راح يكون السعر طيب أول شيء جماعة تقدروا تشوفوه وهو أنه في كل بير ماركت في السابق خلونا أول شيء نشوف هنا أول بير ماركت حصل كان في 2014 تقدروا تشوفوا بأنه في عندنا خط دعم هنا وبعدها في عندنا هذا يكون الهبوط الأخير وفي العادة من خط الدعم هذا هنا نهبوط بنسبة 50% تمام؟ طيب وبعدها تقدروا تشوفوا هنا بأنه دخلنا في بول ماركت وبعدها نقدر نشوف نفس الشيء حصل هنا حصلنا على الهبوط إلى خط الدعم وبعدها حصلنا على الهبوط الأخير من مستوى الدعم هبطنا في هذه الحالة هنا كانت 47% وبعدها تقدروا تشوفوا الدورة اللي بعدها ارتفعنا وحصلنا هنا على الدعم وهبطنا مرة أخرى هنا بنسبة 47% كمان وهتقدروا تشوفوا يا جماعة بأنه دائما وصلنا إلى مستوى النمو اللغرية من البيتكوين في الأعلى هتقدروا تشوفوا هنا كان في الأول شيء 1250 و 20 ألف وهنا كان 69 ألف وبعدها المستوى القادم إذا يعني هذا الشيء كان صحيح وتكرر فرح يكون عند 140 ألف دولار لكل بيتكوين وهذا يعتبر بصراحة شيء منطقي جدا طيب شوفوا يا جماعة هنا إذا أخذنا كل أو حركات كل الدورات السابقة وحطيناها هنا علشان نقارن فين ممكن نوصل إليه في البول ماركت القادم فرح نشوف بأنه هذه هنا تتوافق بشكل كبير جدا مع هذا الارتفاع اللي ممكن يحصل عند هذا النمو اللغرية وكمان إذا شوفنا هنا على درجات الزوايا فأكيد يعني ما راح يكون عندنا نفس الأرباح في السابق لأنه البيتكوين الآن أكيد أكبر وفيه أموال أكثر داخلها فيعني إلى أرباح من ناحية النسبة المائوية ما راح تكون بنفس القدر السابق ولكن إذا شوفنا هنا على الزوايا فتقدروا تشوفوا بأنه هذا هنا يثبت نقطة تناقص العوائد تقدروا تشوفوا هنا زاوية 46 وهنا زاوية 28 وبعدها 16 وبعدها هنا ما يقارب 10 في هذه النقطة وهذا راح يكون يعني بصراحة شيء ممطقة جدا لأنه أكيد يعني مش ما أقول بأنه نحصل على تشارت يطلع بشكل عمودي مباشر لأنه هذا راح يكون معناته بأنه إحنا راح نرتفع إلى 40 مليون دولار أو شيء زي كده لكل بيتكوين بشكل قريب جدا فأكيد الأرباح هنا من ناحية النسبة المائوية طبعا أكيد راح تكون أقل وأقل ولكن هذا لا يزال رائع جدا وإذا التاريخ تكرر فممكن نحصل على بيتكوين هنا يصل إلى 140 ألف بيتكوين في القمة القادمة للبيتكوين في البول ماركت القادم وهذا يبدو بصراحة شيء منطقي جدا طيب أشيء أخرى يا جماعة لازم الواحد يكون منتبع عليها هنا وهو أنه في عندنا بيانات مهمة راح تطلع في خلال هذا الأسبوع أكيد في عندنا الفيوتشورز لإيثريوم الاتف راح تطلع اليوم وكمان في عندنا خطاب باول وكمان عندنا الـ US Manufacturing PMI وبكرة في عندنا بيانات سوق العمل وبعدها بيانات اقتصادية أكثر راح تطلع ويوم الجماعة راح يكون عندنا البطالة في أمريكا فيعني يا جماعة أشياء كبيرة راح تحصل فأخليكم مستعدين لها في هذا الأسبوع جماعة هذا كل شيء عندي لكم اليوم بتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر